راجعوا التاريخ 51 يوم وترك مفيش على كل انا بظن دايما انه العرب عندهم فرصة ذهبية يعني وفرصة تاريخية العرب ل22 دولة العرب ما هو يعني اخد موقف واحد ونمشي جنب بعض مسكين ادم بعض ونعود مع بعض على نفس التوجه ونفس المقاربة والتي لا اظن على الاطلاق انها تشكل اي تهديد او استفزاز لاي نظام عربي المقاربة المصرية هي المقاربة الاوفق الاكثر واقعية وبالوضع الراهن ده ينفع فالعاوز يحل فليتقبط الزراع المصرية اللي فعلا امين في مسألة الحل فليتقبط الزراع المصرية ترجمة نانسي قنقر